مقدرتش أصبر يوم على بعده الصبر عايز الصبر الوحيد الله مقدرتش أصبر الله طيب انتو صبرين في البعد ولا لأ؟ لو مضطرين يعني لو البعد ده عشان شغل عشان زرف طبعا لكن ده ما يمنعش ان انت تبقى على نار على نار على نار ما يمنعش ان الصبر محتاج صبر صبر عايز صبر الوحيد ده اين معانا دي؟ صبر بصدت قلت لك للصبر حدود بصي انا اصبر في الحالات دي انه في اضطرار للبعد لكن انا معنديش صبر لما بنقرر ان احنا نتخانق نعمل بقى الحركات دي بتاعت ان احنا نبعد بقى انا بقى الكلام ده ممكن اه انا معنديش صبر برضه يعني انا ممكن اسيبي العلاقة خالص يعني انت لو حطتني في الموقف ده ان انت قررت كانوا من انواع العلاقة بانك تعاقبني يعني وتبعد فلا لازم اصبر لغاية اما ترضى عني او نتصالح مش هتلاقيني مش هترجع مش هتلاقيني يعني تتنهي العلاقة بصي يا جسابت كل حاجة وقاعدة مركزها ايوه تتنهي العلاقة يا هدي يا كرم عشان ما تقدريش انت على الحاجات اللي فيها صبر على الجفى والهجر لا انا لقت احتمل الجفى ولا الهجر ولا القصوة طب ليه غلطنا انا من نوع اللي انا احب لو غلطت انا بعتذر على فكرة انا مش شخص عانيه في الاعتذار ابدا ابت واضحة اتنكريش مش عانيه ده في الاعتذار وانت لو زعلان مني تعال اعتبني لكن ما تقطعش معاي وبعد ما تعتبني نتكلم ونتناقش اعتذر استسمحك تصالحني تسامحني لكن ما يبقاش شكل من الاشكال حل المشكلة او مواجهة المشكلة ان احنا نبعد عن بعض بس البعد مؤلم ايوه تجعني انت عايز تجعني ليه الحب قلم بقول حاجاتك لا 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 ايوه هتت كده بس مش دول الوقت انا برضو مبزبورش يبقاش ركن اساسي للطبع بس مبزبورش لو جعين انا معرفش صبور لو جعين اه طبعا هو ده اللي احنا نغنيله بس انت عارف شغلاتنا علمتنا الصبر قوي يعني التمثيل علمني الصبر قوي يعني انا كنتش انسانة صبورة خش مثلا عند الدكتور عايزة امش بسرعة خش عند الكفرة عايزة امش بسرعة خش اخلص بسرعة شغلتي دي علمتني الصبر التمثيل بازاتك طب بالساعات مستني الماشهد بتاعيك اه صح وعتين تقن nhân ترجمة نانسي قنقر